اعلنت الشرطة الكندية ان عدد اشخاص تعرضوا للطعن داخل احدى المكتبات وبالقرب منها مما اسفر عن مقتل شخصا واصابة خمسة اخرين بجروح واضافت الشرطة في تغريدة على تويتر انه تم القاء القبض على مشتبه به واحد في الحادث لفتة الى انه لم يعد هناك تهديد مستمر للعامة اختتمت منافسات بطولة الكويت للكارتنج 2021 التي نظمها النادي الكويتي لرياضة المحركات على حلبة البروكارد التابعة للنادي الكويتي للسيارات والدراجات الالية واسفرت منافسات البطولة التي اقيمت اليوم واحد عن فوز المتسابق فرناندو دابنتني بالمركز الاول في حين جاء المتسابق اريك كونكير ثانيا وحل سامل لومي ثالثا وفي هذا الصدد قال عضو مجلس ادارة اللجنة الولمبية الكويتية الشيخ مبارك فيصل نواف الأحمد الصباح لبكالات الانباء الكويتية كونا ان البطولة كانت ناجحة وشهدت منافسة قوية بين 18 متسابقا كويتيا وغير كويتي للصعود على منصة التاتويج